اشتركوا في القناة للتأهيل الى المساعدات القادمة التي ستعقد بينهما في شهر نوفمبر القادم في قسم آخر نقترب من احتفالات ألمانيا بالعيد القومي الثالث والعشرين لها وفي نهاية الخلقة وكالمعتاد استعراض الأهم وردة في صحف المتوسط والصحف الغربية بشكل عام على مدار الأسبوع عودوا إليكم بعد الفصل السابع والثاني من شهر نوفمبر القادم هو الموعد المحدد لاستقناف المفاوضات بين إيران وبين القوى الفت بجنيف هذا الأمر بعد أن أعلنت تهران أنها على استعداد موافقتها على البدء عمليات التفتيش بشكل منتظم على منشآتها النووية الأمر الغريب أن يوم الجمعة الماضي تهران تعلن عن توقيع بروتوكول جديد لإنشاء محطة نووية جديدة بعد يومين فقط من انتهاء المفاوضات التي جمعتها بين القوى الغربية وهو ما دعا روسيا لأن تصدر تصريحات للتشكيك في نتائج المباحثات التي أقدت الأسبوع الماضي نخرب لهذا التقرير ثم نعود لوقفة تحليلية حول هذا الملف تدرس الولايات المتحدة تقديم مكافأة صغيرة إلى إيران في شكل مساعدة تدريجية من أصول مجمدة من أجل تخفيف آلام العقوبات الدولية ولتشجيع التقدم في المحادثات التي بدأت هذا الأسبوع حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ويعتبر تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة برنامجا من جانب واحد فرد من قبل واشنطن على تهران ومنفصل عن العقوبات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة كانت تهران قد قدمت اقتراحها إلى القوى الكبرى لحل الخلاف القائم حول طبيعة البرنامج الناوي الإيراني طالبة عدم الكشف عن مضمونه وبات على هذه القوى عن تقرر ما إذا كان يكفي أم لا لتكسيد الانفتاح الذي أده رئيس الإيراني الجديد حسن روحاني وأعلن مصدر الإيراني انتهاء الجلسة الموسعة الهولى والثانية للمفاوضات في جينيف موضحا أنه تم خلالها البحث في مسائل تقنية مرتبطة بالاقتراح الذي قدمته إيران والذي لم يكشف عنه وقال المصدر نفسه إن القوى الكبرى التي تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع ألمانيا طرحت أسئلة عديدة على إيران وكان الجو بناء وإيجابية وكان الجانبان المتفاوضان اتفق على عدم كشف محتوى الاقتراح بحسب ما أعلن عباس عرقجي نائب وزير الخارجية الإيراني الذي قال إن ردود الفعل الأولية جيدة وقد عقدت مسؤولة السياسة الخارجية كاترين أشتم اجتماعا لمناقشة نتائج اليوم الأول من المفاوضات بحسب مسؤولين وزيد حجم التوقعات بإحراز تقدم في هذه المفاوضات مع تعدد إشارات الانفتاح من الرئيس الإيراني حسن روحاني تجاه الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة في إطار مجموعة خمسة زائد واحد الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا التي تشارك في مناقشات جينيب على مستوى المديرين السياسيين أو نواب وزراء الخارجية وأحذر مسؤول أمريكي كبير نحن مستعدون لتحقيق تقدم إلا أن الأمر يبقى مرتبطا بما سيدعونه على الطائرة مضيفا أن الولايات المتحدة تنتظر أعمال منوسة يمكن التحقق منها ولفت إلى أنه لا يمكن السماح لتهران بالاستفادة من المفاوضات وإطالتها إلى مال نهاية لمواصلة برنامجها النووي ونقلت كالات عنباء إيرانية عدة عن عرقجي قوله من جينيف ردا على سؤال حول ما إذا كان تطبيق البروتوكول الإضافي يشكل جزء من إجراءات الثقة الواردة في العرض الإيراني إن تفاصيل الخطة سرية وستبقى كذلك حتى التوصل إلى اتفاق لأن ما أشرتم إليه غير وارد في هذه الخطة ومعنا للتعليق عن هذا الملف دكتور مدحة حمد أستاذ الدراسات الإيرانية جامعة تنتا مساء الخير يا دكتور وأهلا محيط وأولا إحنا هنصل معك ومع السادة المشاهدين إلى زخم التصريحات التي خرجت عام هذه المباحثات بين إيران وبين الدول الست لكن خلينا نبدأ من أهم منذة نظرك المتغيرات الدولية والمتغيرات أيضا الإقليمية التي دعمت استقناف المفاوضات مرة أخرى مع إيران برغم أنها توقفت لمدة اقتربت من الستة أشهر هو التغيرات الإقليمية والدولية مش دعمت عملية التفاوض من إيران دير الست هي دعمت موقف إيران في مواجهة الدير الست دي حقيقة الأمر وده خلاص الأمر لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما قبلك المجتماع يعني العالم كله شاهدة أو عاشة يعني أياما عصيلة جدا فيما يخص إنجار والاقتصاد الأمريكي اللي هي أزمة الدين الأمريكي وعملت الصراع المؤسسي بين الحكومة والكونغرس بشأن رفع صقف الدين الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تقلق الولايات المتحدة الأمريكية إفلسها هذه الأزمة كانت تقف في الخلفية خلفية المفاوض الإيراني هو التفاوض مع الدول الست كلام ده ما كانش وعيد من مهار ده كلام ده معروف بقى من ثلاث تشهر إن عالم كل المتابع للمشهد الداخلي الأمريكي من ثلاث تشهر وإيران نفسي بالتأكيد إيران يعني تقرأ المشهد وبالتالي يعني ألافهم كلام حضرتك إن ربما ضعف أو تراجع الموقف الأمريكي نتيجة أمور داخلية داخلية يعني بالتأكيد تمام لكن إحنا عندك الدول الأوروبية ما عندها نفس المشكلة من ثلاثتين أزمة الدين والأزمة الاقتصادية اللي عادتها فرنسا والميونان وسيد سبع دهر في أوروبا وإيطاليا وأسبانيا يعني لا 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 إحنا عندنا فيه هناك أزمة طحنة اقتصادية بيعاني منها الغرب على مدار الثلاث سنين اللي فاته أو الثلاثين اللي فاته واستعرت أو اشتدت هذه الأزمة في العام الأخير الوضع ده هو اللي إيران أردته بشكل جيد الأزمة دي تجسلت في الإيرادة السياسية من الواتف الاتحة الأمريكية فيما يخص قضايا إقليمية أخرى هي كان يطول متغير إقليم المهم زي سوريا اللي هي سوريا مش زي سوريا اللي هي سوريا اللي هي برضو يعني استضمت فيها الإيرادة الأمريكية الأوروبية وصعب الإيرادة السينية الروسية ودعوا معاهم روسيا إيران زي ما قلنا أكثر من مما إيران وسوريا والواقع الذي نعيشه الآن فيما خص الأزمة السورية يثبت يقينا ركحان كافة روسيا والصين وإيران وسوريا بالتالي هذه الدول الأربع لما تجي تخش في عملية تفاوض مع الدول الغربية بخصوصا بالنسبة لجناه الإيراني هتشوف اللي احنا شوفنا كانت تماما شوف اللي احنا شوفنا تنازل أمريكي اتصال من أبواء يبانا يغاني روحاني لقاء بتاع الوكيل مع وزير خارجية الإيراني في الأمم المتحدة ثم ما حدث مؤخرا في الاجتماع على ما مش اجتماع رمع الدول الستة في المقابل بقى تشوف التصالفات الإيرانية المجلعة لخامنائي يؤكد انه في كل تصريحات الوقت لوزير مبكرا لإقامة علاقات أو إقامة مفاوضات جادة مع لويات المتحدة الأمريكية وإن كي تقوم إيران بهذا الأمر ببدء أن تتخل لويات المتحدة الأمريكية عن عدد من القناعات التي تحدد الجمهور الإسلامية ومشروع الجمهور الإسلامية دا في إيران النقطة التانية إنه إيران المتحدة الأمريكية تزبط حسن مئة علي خامناء يتحدث دائما عن إن دارية لويات المتحدة الأمريكية تزبط حسن مئة الخطوة المتحدة التانية اللي أنا بدأها إيران اللي نحن سنقناها في التهيوم ساعة تكون تحديها إن إيران عملت وقعت خلاص البروتوكول لنفاع النوم الثاني في بشهر طيب إيران تضع هذا التوقيع في هذا التوقيت إنه أنا كإيران بقول أنا كالبمريس لما في إيران بقول لويات المتحدة الأمريكية إنه التفاوض معك يا أول اللي أنات المصور إلى حل بشأن البرنامج النووي الإيراني الأزمجية لن يكون على حساب التعاون الاستراتيجي مع روسيا ولن يكون على حساب التعاون الاستراتيجي مع الصين وبالطبيعة لن يكون على حساب التخلى عن بشار الأسد اللي علي خاني رئيس مؤسسة الرئاسة في إيران أكدت لبشار الأسد في لسالة يعني اتنشأت على كيهان صحيفة كيهان الإيرانية وصحيفة التلعات ونسالات وجنهورية إسلامية الأهم من كل ده بيتقول إنه نحن نؤكد لبشار الأسد تعاون إيران أن تأييد إيران لك يا بشار السياسيا وعسكريا وماديا وماليا هو كلمة شرف وأن إيران يعني ضمن هذه المتغارات ده العمر خطير مهم مش إيران لها دور أيضا في تراجع بشار الأسد واستماح للمفتشين إنه هم متعلومة المتحدة إنه هم يقوموا بتفكيك المنظومة الكيميائية صحيح نحن نشوفش الموضوع المنظور تاني إنه هزا السنوية من بشار الأسد هو بمثابة إنه في لحظة كانت الموقف هنفجر واحتشرت القوات الأمريكا حشرت قواتها المسلحة قدرة للساتجية بتاعتها في البحر المتوسط من نفسه يعني بخاجر؟ لا مش طرق دون وزع أو ضغط باتفاق مع إيران لكن في نقطة مهمة لأنه هنا بالخطوة دي أحيى أحيى نظامه مرة أخرى لأنه ممكن جدا يعني يعني عود الكرة شوفوا في العلق أنا كنظام سوري أو أنا كدولة أيضا إينا عموت السعودية أول برحة؟ إنه هو 187 دولة انتخابها إيه 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 أسفا أما نفس الأمن ده مؤشر خطير تاني برضو ضربة موجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ما يخص سياساتها المتحدة في شكل أوسط منها ممكن جدا كنظام بشار الأسد يعود الكرة مرة أخرى بعد أن تهدأ إذا ما بقي في السلطة ويعود إنتاج ما لم ينتجه من الممكن أن يحصل عليهم الإيران إيران عندها مغزون كيميائي يعني الإجراء ده هو أنقذ نظامه بالسقوط قبل أن يقضم أوراق اعتماده والإجراء ده أيضا ساعد إيران أودها ورقة تفاوض جديدة مع الغرب ورقة تفاوض جديدة مع الغرب ورقة تفاوض جديدة مع الغرب